السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لها مرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس اليوم بذن الله إن شاء الله رح نستكمل درسنا في الحصى الماضي لدحرجة الكرة باليدين من الثبات وأيضاً يوم بذن الله رح نضيف بذن الله كيف نقدر دحرجها باليدين من الحركة أيضاً بذن الله الآن ننتقل مع بعض الاحتياجاتنا في مهارتنا اليوم ما قلناكم اليوم مهارتنا رح نتكلم عن دحرجة الكرة باليدين من الثبات والحركة الاحتياجات للخبرة التعليمية عندنا رقم واحد نحتاج إلى كرة أي كرة عندك في المنزل نحتاجها هذه الاحتياجات رقم واحد وأيضاً نحتاج إلى أقماع وأيضاً القيام بالإحماء إحماء بسيط لأضغارات ومفاصل الجسم وأيضاً أخيراً مساحة لتطبيق المهارة هذه الخطوات الأربعة هي الاحتياجات للخبرة التعليمية تحراجة الكرة باليدين من الثبات والحركة ننتقل على طول إلى تمارين اليوم تمارين بسيطة بذن الله نبي الجميع يكون واقف وجاهز لأداة تمارين الرياضية عندنا تمارين الأول ماشي بالمكان بسرعة خفيفة وبعدها ننتقل إلى سرعة متوسطة بالجميع الآن جاهز واقف بشكل صحيح تمارين الأول ما بعد تمارين ابتدي واحد اثنين ثلاثة حركة بدولية بين الضراعين والقدمين ممتازين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر الجولة الثانية واحد بسرعة متوسطة اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمارين الثاني وقوف بشكل جانبي وقف لكم ذراعين تكون للأمام ورجع القدم إلى الخل ثم الرجوع يضع بداية ثم القدم الأخرى جميع جاهز مع بعض تمارين ابتدي واحد نرجع مرة ثانية اثنين ثلاثة أربعة سمر الممتازين خمسة بشكل بسيط ستة سبعة ثمانية وممتازين تسعة عشرة سمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة قف تمارين لبعده قوف زراين خلف الأذنين رفع ولمس المرفق ورجوع الوضع البداية ثم لمس المرفق الجهة الأخرى مع أخذ الشهيق والزفير لازم ناخذ ممتازين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة أخير عشرة قف تمرين الرابع الأخير مع بعض وقوف الذراعين تكون في الوسط تكون القدمين متقاربة والقف إلى الجهة الأخرى ثم الرجوع إلى المكان ثم إلى الجهة الأخرى مع بعض جاهزين تمرين ابتدي بشكل بسيط واحد نرجع مرة ثانية اثنين نرجع المكان ممتازين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر ممتازين واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف أبطال 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 منصف ستة أبطال أبطال ستعلم أبطال أبطال على الكرة وتشير إيش إلى الأسفل ننتقل الآن طريقة موصفات الأداء الصحيح لدارة الكرة من الثباث والحركة وهي رقم واحد يكون الجذع مثنياً قليل للأمام والرأس على استقامة الجذع الحظة الآن ظهر مثني والجذع مثني إلى الأمام والرأس على استقامة الجذع أيضاً نظر متجه للكرة ولأمام ثانياً تكون رقبتان نتنيتان قليلاً والقدمان المتباعدتين على خط مستقيم وتجهتين إلى الأمام الحظة الآن يكون في انتناف رقبتين وأيضاً تكفي تباعد بين القدمين وتشير القدم إلى الأمام وهي الخطوة الثانية ثالثاً تكون الذراعان ممدودتان والكفان على استقامة مخلف الكرة الحظة الآن الذراعين تكون ممدودة وتكون خلف أيش؟ خلف الكرة أيضاً رابعاً يتم دحرجة الكرة من الثبات ودفعها من الخلف للأمام بالكفين مع متابعة الذراعين للحركة للأمام يتم دفعها عند الكفين إلى الأمام ومتابعة الذراعين إلى الأمام وتحركها إلى الأمام خامساً الكرة إلى أو إلى الحركة يتم عند دائرة الكرة من الحركة بالمحافظة على ملمس الكرة الكفين باستمرار وأيضا سادسا بقاء الكرة في منتصف الجسم والتحرك خلفها بيأخذ خطوات خطوات تكون قصيرة بالقدمين إلى الأمام اللي حضرين الآن صورة أمامكم الآن تكون خطوات بين القدم والقدم الأخرى مسافة قريبة وتكون متباعدة ولمس الكرة بكل خطوة إلى الأمام طبنا بالآن أيضا نطبق مع بعض بشكل بسيط دحرجة الكرة باليدين من الحركة بالجميع الآن يكونوا نقفوا جاهز مع أي كرة نقدر نستقدمها لتأديات المهارة بشكل بسيط تحلمنا حنا كيف نأدي نمسك الكرة بشكل صحيح تكون اليدين خلف الكرة وبالأسفل والأصابع تكون منتشرة ومن ثناء الظهر وأيضا في ثاني بسيط في الركبتين وتكون على الكرة على الأظهر من أهم النقاط وبعدها يتميش يتم دحرجتها الكرة مع الحركة مع بعض نمسك الكرة بعدين الثاني ثن الظهر بعدين دحرجت الكرة والمتابعة إلى الأمام نأديها مرة ثانية بالجهة الأخرى مع بعض الجميع جاهز ثن الظهر الكرة ثم دحرجت الكرة من الحركة هذه مهارتنا اليوم اللي هي دحرجت الكرة من الثبات وأيضا من الحركة ننتقل مع بعضها الآن إلى تمريننا اليوم إلى تمرين بسيط عندنا سؤال أول تحدي اليوم نبي الجميع الآن أيضا مرة ثانية يكون واقف نتحدين الآن نبي الجميع الآن يكون واقف يؤدي دحرجت الكرة من الحركة ذهاب وأيضا عودة يكون بشكل جدا بسيط الجميع جاهز نحاول الآن نأديها مع بعض نفس اللي تودناها لكن من الذهاب وأيضا من العودة الجميع جاهز تكون الوقوف مع بعض الظهر فيه انثناء إلى الأمام مع بعض تحدد الجميع جاهز ابتدي مع بعض واحد اثنين ثلاثة سنرجع مع بعض الآن استمرار في أداة تحدي واحد اثنين ثلاثة الجميع ممتاز يعطيكم العافية كذا يصير انتهينا من درسنا اليوم تعلمنا بعض وخذنا التحدي بسيط على دحرة الكرة من الحركة يعطيكم العافية جميعا العسل ننصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته